في استمرار لمسلسل الأزمات التي تخلقها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة قبل خمسة أعوام تطل أزمة جديدة تهدد بشلل قد يصيب القطاع التجاري والمصرفي الأزمة التي بدأت بإعلان الميليشيا رفضها قبول العملات الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن وطلبها من المواطنين استبدالها بالعملة القديمة أو النقد الإلكتروني تسببت في خلق أزمة سيولة في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا ما حد من قدرة المواطنين والتجار على الإيفاء باحتياجاتهم اليومية وفي محاولة لتمرير قراراتها الخاصة بالعملة الوطنية لجأت الميليشيا إلى نصب نقاط تفتيش في مداخل المناطق التي يسيطرون عليها لمصادرة أي أموال قد تأتي من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية البنك المركزي في عدن وفي معرض رده على الإعلان الحوثي حذر من الاستجابة لدعوات الميليشيا الساعية للاستحواذ على أموال المواطنين داعيا إلى عدم الاستجابة لدعوات ما اسمها جهات غير مخولة قانونا تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونا وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد انهيارا متواصلا لسعر العملة الوطنية مقابل الدولار يرى مراقبون أن مثل هذه الدعوات قد تفقم من انهياره الأمر الذي قد يوسع من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظل أزمة إنسانية طاحنة هي الأسوأ في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر